أنا رجائي رمزي حكون معاكم الإسبوع ده من الحد للأربعة زي ما احنا متعودين بي نستعرض فيها أهم وأبرز الأحداث الرياضية المحلية والعالمية خلونا نبدأ الحلقة النهاردة بالسؤال الأبرز واللي أصبح حديث الجماهير الرياضية أو ترند في الجماهير الرياضية ما بين أوساط الجماهير الرياضية ما هو استفادة الكرة السعودية من التعاقد مع كريستيانو رونالدو وهو بلغة الكرة كده يعني بشطة بكور قبل ما نجاوب على السؤال ده خلونا نستعرض تغريدة مثالي قال معمر رئيس نادي النصر اللي قال فيها اتكلم فيها عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو قال سعيد جدا بالنمام أعظم لها في تاريخ كرة القدم لنادي النصر تعاقدنا مع رونالدو ودي حاجة مهمة جدا لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة إذن الموضوع لا يتعلق فقط بكسب مباراة أو بطولة منضوع أبعد من ذلك بنتكلم على تجارب عظيمة احترافية الهام لجيل شغوف بأرياضة أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول تطور الهائل في المملكة إذن الموضوع مش موضوع فقط إن احنا نكسب مطش أو نكسب بطولة تعاقدنا مع رونالدو المرة التانية من كرر التويتا لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة بل أبعد من ذلك إحنا بننقل تجارب عظيمة احترافية عالية بنبقى ملهمين لجيل شغوف برياضة بيضعونا للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة مملكة العربية السعودية يعني منضوع لأن حصر إنك تكسب مطش أو بطولة منضوع أبعد من كده بكتير منضوع اللي علاقة بحاجة اسمها البراندينج التسويق إزاي تسوق ليه المنتج بتاعك على فكرة القضية مش قضية فلوس تماما يعني مش علشان انت معاك فلوس وانت تقدر تنجح خالص طول ما فيه تفكير فيه تخطيط طول ما احنا بنبصل قدام مش بنبصل تحت رجلينا أكيد حننجح طول ما احنا بنخطط كويس أكيد حننجح خذونا بقى نشوف إيه استفادت الكرة السعودية في مجملها ونادي النصر من هذا التعاقد التاريخ أول حاجة عندنا حاجة قيمة تسويقية لنادي النصر وللسعودية بمجرد إعلان صفقة انتقال رونالدو إلى النصر كل وسائل الإعلام العالمية اللي حنشوفها دلوقتي بتتصابق على إعلان الخبر اسم نادي النصر زي ما حنقرأ ونشوف ونتابع مقرون بالمملكة العربية السعودية تصدر الصفحات الأولى من الأخبار زي ما احنا طبعين سي ام بي سي كريستان رونالدو ساين وذ سعودي عربية هنلاقي نادي النصر طبعا وذ أريكورد بريكنج سالري اللي بعديها هنلاقي فرانس فانكاتغا بيتكلم عن كريستان رونالدس ساينز فور النصر فوتبول سعودي عربية اللي بعديها دوتش بيلة سعودي فوتبول كلاب النصر ساينز بتخلي كريستان رونالدو تنجح في التعاقد مع كريستان رونالدو اللي بعديها زي ما احنا شايفين كلمة نادي النصر والمملكة العربية السعودية اللي بعديها موقع جول أو جوينز النصر أو فورمان سعودية عربية اللي بعديها آخر حاجة سين ان بتقول كريستيان رونالدو ساينز فورس سعودي تيم النصر زي ما احنا شايفين وتابعنا في كل المواقع الأخبارية بتتكلم عن نادي النصر وعن السعودية العربية المملكة العربية السعودية على فكرة البراندينج أو التسويق ده بتدفع فيه ملايين أو بلايين الدولارات أنا بتكلم هنا عن إيه على النطاق الصحف والمواقع الأخبارية كمان السوشيال ميديا بتتكلم عن اسم نادي النصر وازاي تردد اسم نادي النصر وازاي نادي النصر والمملكة العربية السعودية أصبح بيتصدر المنصات زي ما احنا شايفين برضو عودة إلى المواقع سكاي نيوز بتكلم برضو عن كريسيان ورونالدو زي ساينز فور سعودية العربية سايد النصر زي ما احنا شفنا وتابعنا نادي النصر السعودي والمملكة العربية السعودية بتتكرر في المواقع الأخبارية وتصدرت كل مواقع أو منصات السوشيال ميديا بالطبع القيمة التسويقية لنادي النصر هترتفع ما فيهش كلام القيمة الحالية تقريبا لنادي النصر التسويقية احنا مكلم في 60 مليون أورو ديفنتلي مثل المؤكد نايا حديد تقريبا تصل إلى أكتر من 100 مليون أورو بمجرد ضم أو الإعلان عن ضم الدون رسميا ده غير أكيد التشيرتات بتاعة النادي اللي شهدت إقبال تاريخي من لحظة إعلان التوقيع وانا هنا عايز أشير إلى إحصائية مهمة جدا وأنا بحب شخصيا الأخبار التي لها علاقة بالأرقام الأرقام لا بتجذب ولا بتنافق ولا بتجمل الواقع الأرقام هنا بتقول إيه في اليوم وانا عايز هنا أرجع تاريخيا في اليوم اللي أكدت فيها الأخبار عودة رونالدو إلى منشستر يونيتد ارتفع سهم منشستر يونيتد بنسبة 8% سهم منشستر يونيتد ارتفع بنسبة 8% القيمة التسوقية أو السوقية ليه منشستر يونيتد زيادت بمقدار 212 مليون جنيه استرليني ده علاوة على إيه؟ على أنها شهدت كل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بين منصات الخاصة بمانشستر يونيتد زيادة نمو إيجابي بنسبة 2.43% أنا بحب الأرقام دي ليه علشان بتورينا إحنا رايحين فين أنا عايز أقول لكم أن الأرقام دي كانت فقدون إيه؟ فقدون سبع تيام فقط من إعلان انضمام أو رجوع كريستيانو رونالدو لمانشستر يونيتد ده وفقاً ليه تقرير مهم صادر عن معهد الأعمال الرياضية ده في منشستر يونيتد طيب خلونا نرجع كمان 2018 صيف 2018 كريستيانو رونالدو بيوقع ليه اليوفانتوس بمجرد التوقيع حصل إيه؟ سجلت الإيرادات التجارية أعلى معدل نموه على أساس سنوي بنسبة 30% متخيلين الرقم كانت قبل كده تقريباً احنا منتكلم في 142 مليون أورو كانت موسم 2017-2018 زادت ليه 185 مليون أورو في موسم التالي 2018-2019 طيب ده فيما له علاقة بمانشستر يونيتد وليوفانتوس طيب لما كريستيانو رونالدو مشي من ريال مدريد حصل إيه؟ كان في صيف 2018 لأول مرة من عشر سنين تاني لأول مرة من عشر سنين ملعب سنتياجو بيرنابيو شهد أقل نسبة حضور من 2008 الناس أو المشاهدين أو المشجعين اللي حضروا الماتش بين ريال مدريد وختافي تقريباً بالكاد وصل إلى 48 ألف مشجع ده بالإضافة لإيه؟ إن حساب ريال مدريد خسر تقريباً مليون متابع في ظرف 24 ساعة قيمة مبيعات التشيرتات بتاعة ريال مدريد انخفضت لـ 30% خلينا نروح بعد ما استعرضنا القيمة التسويقية لنيادي النصر السعودي بشكل عام خلينا نروح بقى ننتقل لقيمة التسويقية للدوري السعودي وهنا أنا عايز أتوقف أمام واحدة من أكتر الكلمات بحثاً على محرك الجوجل زي ما هنشوف الناس قاعدة بتدور على إيه؟ سؤال مهم جداً كريستيانو رونالدو's first game for النصر انتو متخيلين اللي بعديها الرجالة انتو متخيلين ان الناس بتدور بتبحث امتى موعد المتش أو المباراة القادمة لكريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر سبورت ماكس بتقول رونالدو جوينز النصر وات سوبرتار سرايكار كان اكسبيتد ان سودي عربيا امتى هنشوف كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية كلاعب في فريقه الجديد كل مواقع التواصل الاجتماعي بتسأل نفس السؤال وين 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 كريستيانو رونالدو ميك هز النصر دي بوت الظهور الاول لكريستيانو رونالدو انت متخيلين مواقع البحث في العالم بتسأل عايزين يشوفه كريستيانو رونالدو بتيشيرت فريق النصر السعودي عايزين يعرفه امتى مباراته القادمة وعلى فكرة وفقا لأحد الصحف السعودية بتقول ان تقريبا هيكون اول ظهور لكريستيانو رونالدو ان شاء الله يوم الخميس القادم قطعا القيمة التسويقية للدوري السعودي ستتضاعف عشر مرات على الاقل وزي ما قلنا وفقا لأحد الصحف السعودية كريستيانو رونالدو هيكون جاهز علشان يشارك مع النصر خلال مبارات الطائي اللي هتجمع ما بينها ما بينها ضمن منافسات الدوري السعودي مقرر اقمتها زي ما قلنا الخميس القادم خمسة يناير هو هيكون جاهز مشاركته عدم مشاركته طبعا ده يرجع لي الادارة الفنية لفريق النصر السعودي ترجمة نانسي قنقر